المباراة وقف على الكورة وقفة رمضان وقفة رمضان مع انه مش في معادها لكن وقفة فخري جددت مشهد لقطة او وقفة رمضان حصل توتر في الملعب حصل ضرب حصل اشتباك بين اللعيبة هنا الكلام لو حتكلم عليه بشكل مجرد حتى وان كانت دي مهارة بس انا شخصيا يعني اميا لعدم استفزاز المنافس وعدم ارتكاب اي فعل يفهم منه التقليل من شأن المنافس دي الكورة ودي الاخلاق ودي الرياضة حتى وان كان البعض يقول لي بتحصل برا ها بتحصل برا ثقافتهم غير ثقافتنا درجات الاستفزاز اللي بينهم غير درجاتنا احنا دايما بنتكلم على انه احترام المنافس احترام الروح الرياضية التواضع عند المكسب اللي يقف على الكورة ما فيهوش تواضع فيه نوع من الاستفزاز وفيه نوع من ازهار القوة لانه حتى هي مهارة ما بتخدمش الفرقة ما بتخدمش الفرقة فانا شخصيا لا اتمنى انه فخري او اي لاعب كسبان يقف على الكورة في نوع من ازهار القوة والسيطرة والتفوق على المنافس او التقليل من شأنه هنا انا مش مع فخري وقفة فخري زي وقفة رمضان الاتنين انا شخصيا ما اتمناش اشوفهم في الملاعب لانه ثقافتنا مش رايحة معاهم ثقافتنا مش رايحة معاهم حتى المنافس هو رخر بيشعر بالاستفزاز فبيتخاني وما تفهمش ليه يا سيدي هو وقف عن الكورة اخطأ بس ما ما دايقكش في حاجة ما ارتكبش اي فعل يخليك تضرب وتخرج على النص وقدام الحكم طب الحكم ما يقدرش يستخدم كارت ضد محمد فاخري لان دي واقع لا يجرمها قانون الكورة بس ازاي ما ياخدش موقف حتى بالانذار ضد الاعيبة بتضرب وبتضرب بدون كورة كلام ده كنت بدين فيه محمد فاخري ادانة كاملة الى ان اريت تفاصيل لمداخلة له مع الكابتن متحد شلبي فصر فيها فاخري هو ليه ويفع الكورة واذا كنا لمن فاخري لا عمر فهيم يستاهل لوم اكتر بعد ما نسمع فاخري انا كنا كازبانين واحد سفر العيبة كان دائما بتوقع الزمالك كان فيه دم العيبة بتوقع اصابات وكده فالله العظيم انا طلعت الكورة يعني قبل ما افعل دي مثلا يجي ثلاث مرات اه فبعدين جيت في الكورة فيه كنا كازبانين اثنين واحد ففيه لعب في الزمالك ده طح باساسا اه 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 رقم عشر هو كاتف من سريق اوكي وقع فاكنا جنب الخط فانا يعني مرديش اروح اعمل عليهم هجمة فطلعت الكورة جنب الخط بالراحة خالص كده اه وراح اطمن عليها اراي فيه حد من الجهاز الفني تقريبا المدر الفني او حد من الجهاز اه بقولوا خدوا الكورة والعب ما تطلعهمش ولا تديهم الكورة اه واللعيبة كلها بتاعاتنا مستنين الكورة ترجع لهم ترجع لشوبيرة ويعني طلعوها في القاوت يعني ده اللي هو يعني روح رياضية اه بالزبت اه طبعا اللعيب سمع كلام المدرب وراه هجمة خطيرة وكه تيجي فينا جون اه فبعدين الكورة بعدما ما خلصت فانا بكلم الكابتن تريمة الكابتن عمر فين فقولوا كابتن عمر ده مش احترام يعني ده عيب ان حضرتك تعمل حاجة زي دي يعني مش يعني يعني انا مطلع الكورة وكنت ممكن نجيبها يعني انت دولاتي كنت نقصين واحد وكنت ممكن نجيب جون يعني اه فقال لي لا هي الكورة كده ووالعبه ما تتكلمش وطوله خلاص تمام ماشي يا كابتن ده حتى الكابتن عمر الكابتن عمر يعني حتى يعني ما بيتعصبش خالص ولا بيتكلم اللي ما يكون يعني حاجة اه يعني فوق تاقته يعني حتى تعصب راحل الكابتن عمر قال له يا كابتن عمر يا ما نفعش اللي حصل ده يعني كان تيجي فينا جون وده مش احترام برضو اه فكان حصل حاجات يعني برا الملعب وكده وبعدين فانا مردتش صراحة فانا انا ردي بيكون في الملعب بس فستنيت اما فاخر ديها تقريبا فلاقيت الكورة جاية لي فطبيعي يعني وبعدين دي مهارة دي مهاش علاقة مثلا ان انا بطمانظر او بعمل حاجة مش كويسة يعني دي دي مهارة عادية خالص دي مهارة عادية خالص وقفة فاخري ارحم بكتير مع رفضنا ليها من مصيبة فهيم عمر فهيم لعيب لعيب دولي لعب في الزمالك ولعب في الاسماعيلي والمدير الفني لفرقة شباب الزمالك يا جماعة وانتو بتدربوا الناشئين خدوا بالكوا ان انتو بتغرسوا قيم الروح الرياضية ما ينفعش ابدا لعب النادي الاهلي يقولك انا خرجت الكورة وعملتها تلات مرات في المباراة عشان لعب في الزمالك مصاب فألاقي المدير الفني اللي الزمالك يقول له ما تدهمش الكورة العب على طول ايه ده بقى ايه ده بقى بجد يعني احنا بنتكلم روح الرياضية احنا بنتكلم شباب صغير احنا بنتكلم قطاعات ناشئين احنا بنتكلم ازاي تقدر تغرس في لعب شاب او ناشئ الروح الرياضية الحقيقية ازاي طلع لك الكورة عشان لعيبك انت مصاب فتطمع في الكورة عشان تجيب جون ازاي ازاي تقدر انت بتقول المنافس ما تطلعها ليش طب واللعب المصاب ما ممكن لقدر الله تكونوا الاصابة جديدة محدش عارف ايه اللي بيحصل ازاي ده يحصل فزاي ما بقولك دي مباريات شباب ومباريات ناشئين التشدد فيها في السلوكيات لازم ان يكون قوي قوي بس هنلوم اللعب ازاي والمدرب بيعمل ده يعني هلوم فخري ازاي على انه وقف على الكورة وفيه واحد عمل مصيبة ففخري بيردهاله انت عملت كده طبه هو ويفتلك عليه قلنا انه لو وقفت فخري ولو وقفت رمضان مستساغة لان فيها نوع من ازهار التعالي والضغط النفسي على الخصم ما يصحش يكون مع اي خصم ما يصحش يكون وكمان ما يستقبلش الامر من قبل المنافس على انه المؤاخذة دي هتغلطة كبيرة جدا ان انا علمت عليك فتقوم ضارب والحكم بيتفرج في الاول انها مقدرش يستخدم انظار بس في التانية مصيبة انه ساكت لكن اللي حصل من عمر فهيم اعتقد امر غير مقبول بالمرة وفقا لرواية محمد فاخري اللي حكى فيها هو ويفع كرة ليه اهي ادي لقطة عمر فهيم من شريط المباراة علشان نشوف فاخري كان غلطان ولا لا اهو لعب الاهل اتطلع الكرة اهو بصوا بقى تفضل وفي ظهره العب العب روح يمكن ربنا يا كريم لو نجيب جون تجيب جون ازاي تجيب جون ازاي يعني ويه قيمة الجون وصد حاجة زي كده اهو ادي كابتن عمر أنور في اللقطة دي رح يكلم اهو عمر بصوا ده طلع له الكرة اللقطة اللي قابل دي لعب الاهل اهو بص لقى لعيب الزمالك وقع فاخر رح مطلع الكرة اهو العب 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 وانا مطلعها لك عشان اللعيب بتاعك هو اللي وقع هنا عمر أنور بشاور له يصح كده ينفع كده انتو يعني انا مش عارف احنا بتربوا الشباب على ايه بتعلموا للشباب انهي قيم بالزبط السلوكيات اللي احنا عايزين نحافظ عليها في الملاعب اخطف وجري اخطف وجري مش مشكلة هو طلع لك وكرة هو حر ده كلام ده رياضة ولما بتتمسك بالرياضة ولما بتتفوق بقيم الرياضة بتلاقي التأدير والتكريم واعتقد اللي حصل للأهلي في 2019 من تكريمات وتأديرات كبيرة جدا من مواقع اعلامية مختلفة كان نتيجة الحفاظ على مثل هذه القيم والسلوكيات والترفع عن اي صغائر واي صغار كانت واحدة من التكريمات المهمة جدا للنادي الآلي في حزب الوفد حزب الوفد الكبير كان نظم احتفالي ترجمة نانسي قنقر